سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة في كلمات كتابية سمعتها في الأيام الأخيرة بتتكرر كتير جدا والنهاردة أنا بكل ثقة عايزة أعلنها لينا وليكم وشكر للرب على حضوره في وسطنا اليوم وفي الأحداث الأخيرة اللي شفناها بتحصل الأسبوع ده حشارككم بحاجات حلوة كتير عملها الرب الأسبوع ده قبل ما نبتدي موضوع الحلقة بس الكلمة الكتابية أو الآية اللي حابة إن احنا نبتدي بها هي الآية من مزمور 18 هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه عايزة أقرلكم من تفسير القمس يعقوب مالتي أي جملتين؟ يعني الحقيقة لمسوا قلبي وحبّة إن أنا أقره لكم زي ما قالهم لإنه يعني أنا شايفة إنه فيها فهم عميق ولمسة من روح الله بصلي إنها تكون معانا النهار ده بيقول كده إنه المزمور ده تسبحة لكل مؤمن يلمس يمين الرب الصانعة ببأس لكل مؤمن مش في يوم واحد ولكن في كل الأيام في حياتك لإنه هذا ما ننتظر يد الرب الصانعة بكل بأس بيقول إنه المؤمن اللي بيختبر قوة الصليب في حياته هو المزمور ده تسبحة الأجيال كلها إلى أن يأتي الرب على السحاب في مجده ومجد أبيه فتردد الكنيسة الجامعة خلصنا مبارك الآتي باسم الرب ده رجأنا دي عينين المؤمن المنتظر حضور الله في حياته يقدر يقول كده هذا هو اليوم الذي صنعه الرب اليوم الآن واللحظة التي ننتظرها عندما نقول هذا هو الرب اليوم الذي صنعه الرب والرب في وسطنا فيعني الحقيقة دي المزمور ده شعار اليوم لأنه يعني تعبير عن حياة المؤمن إزاي تكون متعلقة بالله ويقول كده إنه دي تسبحة كل يوم يعيشه المؤمن فيشعر إنه يوم الرب لا يومه مش يومه كنت الزاتي ولكن اليوم الذي تعيشه هو يوم الرب بكل المعاني بصلي إن الرب يخلي اليوم هو يوم بكل معاني تعيشه أنت وإنت للرب فتترنم بقى مع الكنيسة مع الجسد كله وتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج في بصلي من كل قلبي إنه ده يكون يومك ويكون يومك في اسم يسوع المسيح حباقي حلقة النهاردة بعنوان هل المسيحيين ضعفاء والعنوان ده بيحتوي على عدة مفاهيم يعني ممكن نسأل هل المسيحية دين دين يضعف أتباعه لأنه السؤال ده بيتسئل ليه المسيحيين ضعفاء أصل الأصل في الدين لأنه الدين ده دين الضعفاء اللي بيلتحقوا بيه بس الضعفاء مثلا أو لأنه دين ضعيف بيقال كده أحيانا ليه لأنه لما الناس بتشوف حياة المسيحيين في سلام أو ردود أفعالهم في مواقف صعبة بيقولك دول ضعفاء وأيضا بعض التعليم التي لا يعني يستوعبها قلب إنسان اتعود إنه يعتمد على دراعه أو اتعلم إنه دينه بيقوله أنت لازم يبقى عندك قصاص ولازم يبقى عندك كذا وعندك كذا إيه معنى بقى الضعف المقصود هنا وإيه هي المظاهر بتاعته وأسئلة كتير هنتناقش فيها من خلال أحداث حلقة النهاردة والأحداث اللي حصلت في الأسبوع الماضية اللي عايزة يعني ربنا سبب كده إنها تكون جاهزة النهاردة تلقي دوق على معنى الضعف في المسيحيين وده حقيقي ولا لأ وهل هو ضعف أم قوة الاعتماد على الله لكن دلوقتي خلونا نروح لفقرة خبر الأسبوع أحلى خبر بقى أحلى خبر النهاردة من أحلى الأخبار اللي أسعدت قلوبنا جدا وملقتها بالحمد والشكر لسيدنا وملكنا يسوع المسيح وهو خبر عودة شنودة لأمه وأبوه الطفل شنودة سريعا لو تفتكروا الصورة دي احنا اتكلمنا عدة مرات في خلال السنة اللي ماضية أو السنة ونص اللي فات والحقيقة اللي شنودة كان منتزع من ايد أمه وأبوه بصوا للصورة اللي كانت يعني كسر قلب الجميع الأم بتبكي قد إيه والأب أنا رافع ايدي للرب والولد في حالة انتزار ويعني عايش في ملجأ شنودة انتزع من أمه وأبوه لأنه أمه وأبوه لقوه في الكنيسة وتبنوه من الكنيسة وبقى ابنهم وهم ما بيخلفوش فبقى شنودة يعني عطية من الرب ليها وعمدوه في الكنيسة وكل حاجة واحدة من العيلة قدمت رسالة كايدية وقالت انه لا ده شنودة عيلته مستمع القضاء بقى هنا حصل بقى انه الناس اجتمعوا قضية فضلت شغالة سنة ونص والأزهر يتكلم ودر الإفتاء تتكلم وهكذا لكن القضاء بين القضاء وبين الأزهر وبين واقع حياة طفل عايش في ملجأ وهو خارج من بيت كله محبة وأمان كان صورة بشعة بصراحة لأنه المحكمة لم تستطيع انها تصدر حكم المحكمة اصدرت حكم بعدم الاختصاص علشان ما يكونش في حرك بين المحكمة والتشريع الإسلامي لحد بقى ما حصل ضغط سياسي وضغط اجتماعي على الدولة فحصل تغيير لكن مش هو ده السبب في ان شنودة رجع لأهله السبب ان شنودة رجع لأهله هو قوة الله وقدرة الله وعظمة الله والناس اللي كانوا مش سكتين على حقهم ومش سكتين على حق شنودة ويعني اذا كان من الاهل او من المحاميين مسيحين ومسلمين اتكلموا في الموضوع ده ده جزء لكن الله تدخل في وسط هذه العائلة بأمان وخلينا نشوف السطايدة اللي بعد كده انه في الفترة الاخيرة اصدر الازهر بقى يصدر فتوى في موضوع ديانة الطفل شنودة كان فيه يعني بما ان ده الخلاصة للموضوع والموضوع هتقفل على كده انا بس حاب اقول لكم انه كان فيه اختلاف دار الافتاء اصدرت فتوى وبعدين رجعوا قالوا لا احنا ما اصدرناهاش لان الفتوى كانت بتقول ان الطفل يجوز ان يرجع لأمه وابوه وانه مدام وجد فيه كنيسة اذا ديانته تعود للمكان اللي وجد فيه اخيرا الازهر في الاخر قال انه ده ممكن يحصل فحصل بقى اطلاق للولد للأسف يعني ده بيورينا انه السلطان في يد التشريع الاسلامي بكل شكل اللي منع التبني وحرم الاهل من ابنهم وحرم الابناء والاطفال من انه يكون لهم يعني مكان في بيت يتحبوا فيه ويتعاملوا على انهم كأنهم طفل من الدم ومن اللحم لان احنا عندنا في المسيحية احنا جسد واحد وحوريكم صورة كمان شوية تشوفوا فيها يعني ايه انه الله بيعلمنا ان احنا نكون جسد واحد مش لاننا في كنيسة واحدة ولا طايفة واحدة لا احنا جسد المسيح احنا اعضاء جسد المسيح فبنعيش كجسد واحد فما تقوليش ان انا اتبنى طفل واقوله انت متبنى فقاليك حقوق مختلفة لا ده احنا تبنانا الرب ياسوع احنا تبنانا الله وبقينا ابناء وورثة ما نعملش كده مع غيرنا بسبب الالم اللي مر بيه شنودة وعلته وكل ده عايزة اعفو انه ام شنودة قالت كده انه الله سبب او سمح ان قصة شنودة تستخدم لمجد اسمه وقالوا عليه انه هم سموا الولد يوسف عشان يبقى اسم اسلامي فقالت انتو مخترتوش يوسف هباءا لان يوسف كان وضع في مأزق علشان يعطي مجد لله والله يستخدمه كبركة لكثيرين والحقيقة ان ده حصل والحقيقة ان الدولة الان تنظر في موضوع تبني الاطفال بشكل جدي وتوسع في عملية الاسر البديلة بسبب قصة شنودة فاحنا بنشكر الرب على كده ومن اهم الامور في حياة المسيحيين ان هم يحتملوا القلم لبركات لكثيرين لاننا عارفين في الاخر ان الواقف لحقنا يسوع انا ادافع عنكم وانتم تصمتون شوفوا الفيديو اللي جاي ده ويعني فرحة الكنيسة وفرحة ام شنودة وابو بعودة شنودة هنا شنودة داخل علشان يزور الانبا ارمية وبنشكر القناة المسيحية ميسات على الفيديو الحقيقة الولد من كتر ارهاق والاجهاد نايم يعني شلوه من العربية نايم وحطوه في حضن الانبا ارمية شنودة بعد كده بيعملوله مقابلة مع القناة الولد يعني فرحان وحاسس انه عايش في وسط عيلته الانبا ارمية اداله شوكولاتاية فبعد شوية الام حطته على حجرها وبتأكله الشوكولاتاية حتة حتة وهو بيلعب وبيتكلم في وسط المقابلة التليفزيونية الانبا ارمية هنا بيديله صليب الانبا شنودة البطرك المتنيح لانه اسمه شنودة وبعني بص المحبة انا مش يعني ما يمنيش بقى اللعب والكلام ده كله بص المحبة المحبة اللي بتوري انه هذا الطفل متبنى في اسرة صحيح ولكنه ابن المسيح الكل يقف من اجل ابن المسيح حتى يعود لحياء امنا وعيلة واسرة ومحبة يعني مش عارف اقول ايه مش عارف مين ما يشوفش ده ويتأثر ومين ما يشوفش ده وما يفكرش فيه الاطفال اللي محرومين من كل ده انا باشكر الله لكن السؤال كان ليهم منين كل السلام ده كل الغفران ده وهما بيتشتموا وبيطلع عليهم اشعات وكلام من ده يعني كان ليهم منين كل السلام ده كان ليهم الثقة في يسوع المسيح الذي وعد واعطى وذراعه القوية هي اللي اخرجت شنودة ورجعته لأسرته ليه هما كده لان المسيح حالتهم المستقرة السبتة الصخرة اللي بنرتكز عليها هل ده ضعف ده السؤال هل ده ضعف لأ ده مش ضعف بنطعز بقى من يعني الموضوع ده وبقول يعني فكرت كده ان المسلمين ممكن يشوفوا ده ويشوفوا ان احنا فرحانين لان احنا انتصرنا في معركة لا لسنا نحن لسنا نحن المنتصرون ولا عندنا معارك مع اشخاص ولا المسيح عنده معارك شخصية اصلا لكن معاركنا في الروح ضد ارواح الشر واحنا بنصلي من اجل من حولنا عالمين ان احنا ككنيسة كجسد الرب كأولاد الرب الله في وسطنا ولا نتزعزع لان ده وعده لان دي حمايته لانه لانه ملجأ وقوة ووجد شديدا كما يقول الكتاب اكي عارفين انا يعني اما بشوف الحاجات دي جيب بالي كده الصبح النهاردة الحاجة اللي دايما نعملها اما حدي وقفت في السكة يقولك انت مش عارف انت بتكلم مين انت مش عارف انا مين او انت مش عارف انا ابن مين اوكي دي حالة كبرياء اوكي بس انت عارف الدول بيقولك لا انا مسنود على ده بابا هكلمه هيطلعني من اي حاجة او يرفدك او كلام من ده لا انا هكلم بابا احنا عندنا حالة قلب مطمئن انا هكلم ابويا السماوي واقوله يا رب تعامل مع هؤلاء الناس انقذ يا رب عبيدك بارك يا رب كل ما نتهادونا وعرفهم حبتك البركة انك تعرف نحبة الله الف 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 مبروك لام شنودة وابوه والعيلة الكبيرة جسد الرب علشان يعني احنا جسد واحد ونفتكر ان احنا بنحب بعضنا كما احبانا المسيح جسد الرب طيب خليني ارجع لموضوع حلقة النهار ده هل المسيحيين ضعفاء قصة شنودة مثل على انه ليس هناك ضعف يقف امام محبة وقدرة الله ثقاتنا فيه اوكي هاخد المكالمة لو حابين تدخلوا سريعا ايوة زكريا سلام ونعمة سلام ليك اهلا وسهلا زكريا سلام ونعمة اختي اماني مصطح اشكرك على البرنامج المسيحي مع الاركاتيلي شكرا وعلى موضوع الحلقة المسيحيين ضعفاء المسيحيين كجواب ليسوا ضعفاء بل هم قوية المسيحيين اه المسيح اه امرهم بالمحبة مزبوط المركز المحبة يا زكريا صح صح ايوة قال احب اعدائكم باركوا لعينكم ايوة ما الاسلام فهو دين قتل دين ارهاب قال يعني في كتاب قرآن الشيطان ايوة 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 اذا لقيتم الكتاب فالضربوا الريقات يعني الاسلام هو دين الشيطان تعليم الشيطان يجب النهاردة بقى يا زكريا هنركز على المركز محبة الله سلطان الله في حياتنا وازاي ده بقى بيظهر في اننا نقدر نسامح مش مننا نقدر نغفر مش مننا ولكن بقوة المسيح انت بركة يا زكريا وربنا يبركك معلش لازم اكمل الموضوع شكرا لاتصالك طيب خليني ارجع لفكرة قوة من رأينا بقى النهاردة يعني احنا شفنا في قصة زكريا شفنا قوة الله ام صاري في قصة شنودة مش وزكريا ايضا قصة لقوة الله لانه خلصوا من من الظلمة الى النور يعني صاري سامحوني احنا النهاردة هنتكلم على مش بنتكلم على المسلمين بس لكن احنا بنتكلم على الفكر الاسلامي بتعاليمه وعقائده بيعتبر ان الفكر المسيحي او الحياة المسيحية ضعف ويعني دي بنسمع الشيوخ مثلا يقولك يعني ايه بقى من ضربك على خدك الايمن وازاي تسامح وما تردش الاذا ويعني ايه من صخرك ميل وكلام ده كله مش طبيعي يعني ده ضعف شيوخ كتير اتكلموا في الموضوع ده مع انهم برضو شيوخ كتير وقفوا امام الموعزة على الجبل وهم في اندهاش لانه اللي بيقولوا المسيح ينسبوا للمسيح ويفتكروا ان المسيح بيقولوا كده يعني ده لعظمة المسيح لكن احنا كبشر ما نقدرش ننفزه لا احنا كبشر بننفزه لان فينا طبيعة المسيح من له طبيعة المسيح يستطيع انه يعيش ده لانه المسيح قوته هو اللي بيعينه عليه فهي فكرة انه المسيحية ضعف بتخلينا نشوف انه الانسان دايما عايز يعتمد على ذاته لان الطبيعة الانسانية بتخلينا يعني بتعتمد على الاستناد على الذات والانا وقوتي وسلطاني ومركزي كحماية للنفس يعني دي الطبيعة الانسانية مركزة على ذاتك على انت مين ونشوف عبر التاريخ بنشوف حاجات زي كده لانه اي دولة بتبتدي بتبقى عايزة تبتدي يكون لها قوة يكون لها جيوش محمد عمل كده عمل كده ليه لانه ليس عنده معونة الهية حقيقية عمل جيوش ليه سرق فلوس ناس ليه قتل ناس ليه يشتغل مع المؤلفة قلوبهم ليه لانه كان عايز ملك اردي يعتمد على قوته الارضية الذاتية لكن المسيح قال لا حب عدوك بارك اللي بيلعانك صلي من اجل اللي بيتطهدك انه اعطي الكلمة مش بالسيف بروح الله فالاتهمات دي موجودة انه الدين عموما فيه نظر بعض الناس مثلا ضعف مثلا اما الاسلام بالتحديد ففكرة القوة والقصاص والارهاب واخد حقك بايدك وتقوم باليد ولا باللسان كل دي محبة السلطان او السعي الى السلطان والقوة والزيادة في العدد والكلام ده ده يعني من اساسيات الفكرة والعقيدة الاسلامية انا النهاردة هركز على فكرة واحدة اساسية لكشف الفرق ولماذا نحن لسنا ضعفاء المسيحيين ليسوا ضعفاء على فكرة المحبة التي لا تسقط قبلا فكرة ان الله محبة هي اللي بتخلينا المعنى الاعمق والاقوى للمحبة انه الله مصدر وجودنا هو محبة فيعني خليني اديكم مثل ازاي الله محبة بيغير قلوب اولاده وحتى يعني حتى في الظروف الصعبة حتى في وسط الاتهاد حتى في وسط انه الناس ممكن ما تفهمش اللي احنا بنعمله لكن الله بيعمل بنا وفينا بامثلة حقيقية حقيقة يعني بما اننا في رمضان كل اسبوع كده هديكم بعض الرمضانيات علشان نشوف ايه ثمار الاسلام وثمار رمضان في حياة المسلمين وحتشوفوا فيها الفرق في حدث في هذا الاسبوع حصل في الناصرة بيقولوا كده اطلاق النار على مدرسة راهبات الفرانسيسكان في الناصرة والاعتداء على دير الرهبات الساليزيان في الناصرة اوكي هقرلكم اللي حصل على لسان الرهبات لسبب اوكي بيقول لانه لما تسمع من لسانهم ايه اللي حصل هتدهش جدا يعني بص بيقول الموقع وصلوا بيان من رهبات الساليزيان في الناصرة رجاء في نحن راهبات الساليزيان في الناصرة نود مشاركتكم بتفاصيل الحدث الذي قام به اشخاص مجهولين لا يمثلون احد من مجتمعنا المحب والمتعادد وانما هم اشخاص يحاولون زعزعة الامن والامان من خلال تصرفات غير مسؤولة وغير اخلاقية نرى من واجبنا مشاركتكم بتفاصيل الحدث لمنع البلبلة ونشر الاقويل غير الصحيحة والمحافظة على مجتمعنا مترابط يعيش بسلام على الرغم من اختلافاته وتعدد فئاته الحقيقة انه الواقع انه الناس في اسرائيل بتعيش في سلام وامان مع بعض حتى ولو ان الظاهر في حروب ولكن في وسط المجتمع المسيحي بيقبلوا الجميع مدام تبتعد السياسة عن الامر بتقول لنا بقى اليكم تفاصيل الحدث اللي حصل يوم الخميس الماضي تم الساعة تمانية وربع مساءا قام شخص خمسة اشخاص ملثمين مجهولين يحملون العصي بالاعتداء على دير رهبات السليزيان في النصرة ويعني في هذا تعدي على حرمة البيت السليزياني والمؤسسة التي تربي جميع الاجيال على المحبة والتسامح لان الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه وهذه هي رسالتنا التربوية لابناء النصرة بتقول كده بعد قرع جرز الباب عدة مرات فتحت لهم احد الرهبات بوابت الدير الرئيسية وتفاجأت من منظرهم المخيف طبعا وهما باقناعة صودة على وشهم بعد طبعا زقوا الباب ودخلوا وطلب منها واحد منهم انها تقول رمضان كريم فالرهبة ردت رمضان كريم وماشي يعني حاجة حتى ماشي ربنا يجعل الشهر ده برك عليك ماشي يعني قالتها يعني فاستجابت لطلبه وقالت رمضان كريم بعدها قال لها اسلامي فقالت له لقد ولدت مسيحية وسأموت مسيحية فقال لها ستذهبين الى الجحيم قامت الرهبة بمحاولة اغلاق الباب ولم تتمكن من ذلك لانه قومه وقعدوا بقى يكسروا ويدربوا ويخبطوا لحد ما بعض الرهبات جمت ويعني خرجوهم اتحدوا فخرجوهم وهربوا الناس دي الفرق ايه انت في رمضان المفروض انك صايم وكده محدش يقولي دي حاجات شازة ممكن اجيب لكم تسعين حاجة شازة وسط الأسبوع ده حوادس قتل وفو انت صايم وكلام من ده مع ان الشيطين متسلسلة على حسب ما كنتوا بتقولولنا مفيش الكلام ده دي ارواح شيطانية مفيش الكلام ده ضحكوا علينا الاعتداء على الرهبات كان لانهم حابين انهم يفردوا عليهم يقولولهم انتوا كفرة لازم تيجوا للاسلام اسلامه فرق كبير بين دين بيعلم محبة وقبول الاخرين والصلاة من اجلهم انا دوري اصليلك انا دوري كلمة الله مش دوري اكبرك تقبلها روح الله الساكن فيا والساكن في وسطنا يعمل فيك تقبل او لا تقبل اختيارك الله لا يفرد نفسه على احد ولكن الشيطان يفرد نفسه على الناس فرق فرق لازم نشوف الفرق انا بصلي انه دي حاجة تخلينا يعني نقف ونفكر يعني احنا ما شفناش ضعف من الرهبات دول حتى لو كان الامر تطور زي ما شفنا في حوادث كتير في السنين اللي فاتت ناس تقتل وتزبح على يعني قدام الكاميرات وهم عارفين هم عارفين هو موطي وبيكلم المسيح وعارف ان السكينة في ظهره وعارف انه رقبته حتطقطع في ثانية شاف قدامه لكن كان عينه ونظرته على المسيح لم نرى ضعفا بل رأينا قوة فاكرين في التسعتاشر شهيد لما الدكتور خالد منتصر قال يعني انا مش عارف الوجه ده نظر لايه شاوري على واحد منهم وقال انا مش عارف الوجه ده نظر لايه السلام ده وكأنه بيرنم وفعلا هو بيرنم لإلهه فحتى لو كان الحد استطور كان سلام المسيح سيبقى ثابت فيهم في صورة اخرى من رمضان برضو ولكنها الصورة المقابلة للمحبة خلينا نشوف مين ده مين ده ده البابا تودرس بابا الكنيسة القبطية بيعمل ايه واقف مع مجموعة من المسيحيين اولاده وابناء الكنيسة بيعملوا شوف اللي بعد كده بيعملوا باقسات لأكل وهدايا لإخواتهم المسلمين اللي في المجتمع ليه بيعمل كده ليه البابا تودرس وغيره من المسيحيين بيعملوا كده شوف الصايدة اللي بعد كده عجبتني جدا الصورة دي لانه حاطت ايده على اساس محبتنا انه الله محبة علمنا ان المحبة لا تسقط ابدا لان المحبة تأتي بثمر مش هباءا مكتوبة الكلمة دي ده اساس الامان المسيحي ليس ضعفا ولا انه ان احنا بنتمنظر عشان تقولوا يعني المسيحيين وبيدونا يعني مش طالبين منكم امان لانه الله اماننا بل هي محبة حقيقية انا كوحدة من خلفية اسلامية لم ارى الا كل محبة من جراني المسيحيين مثلا لم يكن في حياتي اي جراني المسيحيين اللي كانوا في البيت يعني عارفين ان احنا كنا ما بنحبهمش ومش عايزين نتواصل معاه الى اليوم الى اليوم بيسألوا علي الى اليوم مش عشان ان انا بقدم برنامج ولا عشان ان انا قبلت المسيح لا لان محبة حقيقية وضعتني على قلبهم انا وعيلتي كلها فكانوا بيصلوا من اجلنا فشاركوا في بناء فهم معنى العائلة فالله دي مش صور عشان نتمنظر بيها شوفوا السلايد اللي بعد كده اكبر مائدة افطار يقيمها قبتي تقريبا 250 نفر كل يوم الرجل ده الرجل ده يعني اقرى لكم كده رجل اعمال قبتي حاجة بسيطة بيقول كده اسمه محارب رمزي بيقول ده تقليد سنوي بدأ من 8 سنوات واطلق عليه ارث المحبة لان ميراث المحبة لا يأتي الا بثمر محبة لا يأتي الا بتعاطف لا يأتي الا بفهم الاحتياجات الاخرين ففي مجتمع محتاج الان لكل حد يعضد الاخر في تعاطف من واحد مسيحي لا يؤمن لا بمحمد ولا بالقرآن ولا بصيامك اللي انت صايمه ده ولكن يطعمك محبة وصلاة من اجل ان تكون انت تشبع كتاب بيقول لنا شبع يعني شبع الانسان وكمل انك تدي له كمان الرسالة الروحية اعتني بالجسد اعتني بالجسد والروح معا مش منتظرين انكم يعني الراجل ده انا متأكدة انه هو مش منتظر يعني انه كل المسلمين دول مثلا حيجوا للمسيح لا هو منتظر ان الله يعمل في قلوب الجميع فرق في المشهدين اللي احنا شفناهم دلوقتي في رمضان مشهد اعتداء على دير رهبات وستات في امان بيصلوا من اجل الجميع بيعلموا المجتمع اللي مدارسهم بيدخلها المسلم والمسيحي الولاد اللي بيعلموهم مسلمين ومسيحيين يعني لو كنت جبت مشاهد تانية من مدارس مصر الراهبات بيدوا فوانيس رمضان وبيدوا نتس وحاجات زي كي يعني مش عارفة اقول ايه ولا ايه ولا ايه دي ثمار المحبة ولكن ثمار الاسلام انك تقف تقول اسلام تسلم يا تبقى زي يا مش عايزك ده اللي ضد اللي علموا المسيح انتو مش اعداء يعني المسيحيين بتوع مصر مش شايفين ان المسلمين اعداءهم لا هم شايفين انو احب قريبك كنفسك يا دي الاية اللي تليق عليكم لكن هم شايفين انو المسلم اللي بيعديه بالسيف ده هو مش عدوي انا هصلي من اجلك وهبركك لانو الله وضع من خلاله ده حياتي الفرق بين الاسلام تسلم وثمار الاسلام والفرق بين المحبة اللي لا تسقط ابدا والمحبة الغير معروفة في الاسلام هنا بقى اتكلمنا على حاجات حلوة وحاجات صعبة اتكلمنا على حاجات مفرحة جدا لكن ارجع بقى واركز على قلب رسالة النهار ده عايز اقوريكم فيديو لواجدي غنيم ليه اخترت واجدي غنيم اولا ما حدش يقولي ان ده رأي واجدي غنيم لوحده السلفيين لا يروا ابدا انو يجب انك تحب المسيحي يقولك لا ما تحبش حتى زوجتك المسيحية ما تحبهاش يعني ده رأي عام ما هوش رأي شخصي لواجدي غنيم بس انا اخترت واجدي غنيم لانه الاقصى لانه الاصعب لانه الاكثر يعني فزازة هستخدم ملفاز وطيفة خلينا نشوف الفيديو احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم بالله عليك في دينيقول كده احبوا اعداءكم اعدوك تحبوا واحب يلعنك تبركوا طب انا هقوله انا بكرهكم الله يلعنكم حبوني بقى بركوني بقى حسبنا الله ونعمل وكيل في لحمكم وندمكم وعضمكم الحمد للحرم على الله دلوقتي لان ده رسول الله هتشوفوا ان شاء الله ربنا عامل فيكوا ايه في الدنيا قبل الاخرة في الفيديو القصير ده سمعت وكمل لعنات وكمل كراهية وكمل انا اخترته لانه يعني عظم القبح والشر يعني كده تحس انه عمل يعني امباكت جامد يعني تأثير جامد بس في الفيديو برضو هو قال ايه قال انه يعني غالبا كلامه كان دفاعا عن محمد محمد لم تكن لديه الادوات اللي تخليه يتجه لاله يدفع عنه خالص خالص فلم يعلمها لاتباعه فاصبح شغلهم الشاغل انهما يدفعوا عن محمد ويدفعوا عن الدين ويحاربوا من اجل هذا الاله والكلام ده كله ودي بقت شغلة المسلم الاصعب والاعظم اللي بتخليه تطرف اللي بتخليه يعمل حاجات خارجة عن حدود الانسانية وهي مش دعوة الله لك اصلا لانه مش هذا هو الله اللي انت بتعبده مش ده الله خالص الله في الكتاب المقدس بيقولك تعالي انا معاك انا احتويك انا اعلمك انا مجي معاك خطوة بخطوة انا خليك تشوف الالام غيرك فتفهم عشان كده انا اخترت الفيديو ده لانه يعني مش عزم قبح او شر من امامك يقرر او يسبب مقدار احتمالك او عدم احتمالك خالص عيدها تاني مش عزم او قبح او شر الناس اللي امامك او اثارهم السيء في حياتك يخليك تقرر ان احتملك او لا احتملك احبك ولا محبكش احبك قد ايه احطك في اي مكانة تحمي نفسك اه بس تحب وتحتمل وتقدم وتقدم لانه شر الناس مش هو اللي بيقولك محبة الناس مش هيئه اللي بتقولك لكن محبتك لشخص شرير او عدم محبتك مش ما بيقررهاش مقدار شره بل ما يضبطها ويضبطنا كابناء الله هو فهمك لمحبة الله لهذا الشخص وفهمك لشخص الله عيدها تاني ما يضبط تصرفاتك وقلبك وافكارك هو ان ترى محبة الله لهذا الشخص وان تفهم وتعي وتعلم شخص الله ويعني ايه الله محبة ويعني ايه قدرته ويعني ايه محبته في الاسلام كنا بنشوف ان المحبة ضعف والصبر على الاساءة ضعف خليني حكي لكم قصة حصلت النهار اوكي طيب خليني اخذ مكالمة طيب معنا الاخ ايميل اهلا بيك انا مش سامعة طيب اهلا بيك سمعني طيب اخ ايميل اوتي التلفزيون من فضلك واسمعني من التلفزيون اهلا بيك تفضل انا سمعك تفضل طيب انا عايز اكلم كلمتين عن رمضان بسرعة كده اولا رمضان ليس في يوم في البداية رمضان قلب الليل النهار والنهار الليل كلنا بنصوم كلنا بنصوم تلتمية خمسة وستين يوم في اليوم من الساعة نقول ثمانية تسعة وبنصحة الساعة سبعة جسمنا متهيق بالكده الالي الخالق الحقيقي عارف ان في ساعة محطوطة في ذننا تعرف الليل وتعرف النهار فهمت فهمت اصدحة حضرتك طيب النهار ده الحقيقة انا اتكلمت عن رمضان كجزء بسيط لكن موضوع الحلقة النهار ده هو عن المحبة المحبة قولي بقى انت كمسيحي ابن الله بقى كلمني عن محبتك ازاي تعلمت تحب عدوك ازاي تعلمت احب عدوي اتعلمت ان انا احب كل الناس احب اي شخص قابله صاحبي من صاحبي احبه ليه اكره ما تعلمش كراهية فالانسان الذي لا يتعلم الكراهية يحب زي تعريف الظلمة الظلمة هي ايه عدم وجود النور لما يوجد نور يبقى فيه ظلمة امين امين انا اذا كنت بحب المحبة اصعب جدا من الكراهية سهل جدا ان واحد يشتم ويزع ويضرب حاجات اللي بيعملوها دي اللي كانت ماما تقول لي ده حاجات اولاد الشوارع بات طيب اقول لي اسألك سؤال تاني بس عشان وقت البرنامج اسألك سؤال تاني سريع ورد سريع علي هل تعتبر انه المسيحيين ضعفاء المسيحي الحقيقي مش الاسمي المسيحي الحقيقي قوي جدا بايه هو اللي بيقبل السيف على رقاب اللي بيقبل انه تصالب اللي بيقبل انه ترامي للاسود ده ده هو الضعيف لا ده قوي جدا اللي عنده فكر لا يتزعزع ولو ادى الى وفاة لكن الضعيف كان مسهل جدا الشهداء بتوع ليبيا يقولوا لا وللأسف في ناس دلوقتي في مجتمعنا القبطي بيصلي على النبي ومش عارف بيعمل ايه ده ده ليس محبة وده ده في رأيي انا يعني لا ده جاهل ومحتاجين نتعلم اكتر مش جاهل ده عدم ايمان لازم يعرف ان اله غير اله امين انا بشكرك ويا ريتك كنت اتصلت بدري شوية الاسبوع الجاي يكلمني بدري شوية عشان يبقى عندي مجالة اسمعاك اكتر ربنا يباركك استاذ ايميل ويباركك صلواتك من اجلنا شكرا اوكي طيب كنت هبتدي احكي لكم حكاية مهمة جدا حصلت النهاردة النهاردة كنت بتتكلم مع الاسيس محمد الاسيس محمد عابر شاب جميل محبته للرب واضحة جدا فقال لي حاجة يعني يعني غريبة او يقال لي احنا انا كنت انا شخصيا هو شخصيا كان يعتبر انه المحبة ضعف لانه هو يعني مقدرش اقول انه الله محبة وكانت بتزعجه كلمة الله محبة دي جدا لانه الانسان اللي بيحب بيبقى محتاج وانت لو محتاج يبقى فيك ضعف او فيك نقص فلا يمكن انك تنسب لالله هذا الموضوع وكان قال كده تعبير قال لي من سوء الادب مع الله ان اقول انه محبة هو بيتكلم كده على فكرة وده يعني كان مفهومه اللي قبل كده وان الحب احتياج واذا مثلتي بالراجل والمرأة يبقى يبقى الحب نقص وهكذا في الحب نقص قال في الحب نقص لان الحب ان انا اخذ عشان اكمل نقص بيقول كده ف لكن اكتشف لما عرف المسيح اكتشف انه الحب في المسيحية هو العطاء هو الكمال الفرق بين الاتنين كبير جدا انا كنت بقوله انه يعني بيقولي هتتكلمي على ايه النهار ده فكنت بتكلم عن حالة الانسان المسيحي اللي عايش مع الله المسيحية حالة حالة مش حالة يعني كده لا لكنها حالك حالك انك تعيش فاهم ان محبة الله تحتويك تحتملك ترفعك تعينك فقال لي يعني الحقيقة انه دي حاجة جميلة جدا لانه في فرق بين الحالة والحدد انت مش احيانا محتمل ومحب انت دائما محتمل ومحب لانك من خلال المسيح دائما محتمل ومحب فرق فرق اخواتي في كورونسوس التانية تسعة اتناشر الاية اللي احنا دائما نقولها ايه قوتي في الضعف تكمل لكن بقيت الاية من اولها لاخرها اسمع كده اسمع اسمع عشان تفهم انه قوتك للمسيحي للعابر والعابرة للانسان الباحث اللي بيسمعني النهر ده اقولك مصدر القوة بيجي منين بيقول كده فقال لي تكفيك نعمتي لاني قوتي في الضعف تكمل فبوليس بقى بيرد بوليس اللي بيكلم فيه بيقول كده فبكل سرور افتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لانه بقوة المسيح بس بقراتك انك تعطي كل مجد وكل قوة وكل قدرة وكل احتياج في حياتك انت فكر انك تقدر تقوم به وكل دراعك وكل يعني المعطيات اللي انت فكر انك تقدر تقوم بيها في حياتك انك تعطيها كلها لالله فيقود انك تعيش هذه الحال لقدنا بالله بترتكز على حبه استيس محمد سألني سؤال قال لي يعني ايه لو سألت المسيحين او سألت المسلمين ماذا يجب علي ان افعل حتى يحباني الله فانا بسألكم وانا فعلا عايزة المسيحيين والمسلمين يقولولي النهاردة ماذا يجب علي ان افعل حتى يحباني الله ارجوكو اكتبولي الاجابات واذا كنت هتسمع الاجابتي او بقيت الرسالة اللي انا عايز اقولها اكتب لي الاجابة اللي كانت في بالك عايزة فهمها اكي ام في رسالة من من متصل جات لي النهاردة برضو هو كان بيقول انه يعني انا انا كبير في العمر هعرف المسيح امتى يمكن انا اتأخرت مش عارف ايه يعني انا رديت عليه في الرسالة دي وبعدين كتب لي تاني قال لي انا بحب المسيح جدا وانا بعمل بكل جهد عشان يحبني المسيح عشان يبقى ابن للمسيح يا حبيبنا واخونا انت مش لازم بتعمل اي حاجة لكن المسيح قال من يقبلني من يقبلني بقى ابن انت قبلته انت بتحبه انت ابن الله افتخر وعيش هذه المحبة وهذه العطية المرتكزة على حب الله فقط مش عاملك مش عاملك مش عاملك كل اجابة هتقولوها على السؤال ده انا لازم اعفعل كذا اعمل كذا اقدم كذا اجابة خطئة مسلم مسيحي دي اجابة خطئة لانه الله محبة مش محتاجك تعمل حاجة واعطاك وخلى كل حاجة في محبته متاحة ليك ولكن اقبل اقبل عيش عيش مش بس اقبل لا عيش عيش هذه المحبة اللي تحتملك وتحملك في الاسلام بقى بنشوف انه في حاجة اسمها الله محبة فاكرين اتكلمنا في الموضوع ده كتير هل الله في الاسلام ممكن يبقى محبة زي ما انتو شفتوا السيس محمد كان بيعتبر ان ده اللي تأدب ده سوء سوء أدب انك تقول ان الله محبة هو فعلا كده لانه سوء أدب انك تقول ان اله الاسلام محبة لانه لا يوجد استحالة تجد فيه محبة خالص لكن لانه ان كنتم تحبون الله ويحببكم الله اذا كنتم مش عارف ايه وحديث وكلام من ده لكن الاية ما بتقول كده الاية بتقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني اذا تبعت محمد يعني يقولك اول الاية مثلا لو قلناها بصورة كده هلهلية شوية نقولك طب بأمانة كده يعني عشان خطر ربنا يا اخي لو كنت بتحبني انا انا احبني وانا اخلي الله يحبك الله يخليك يا اخي حبني فربنا يحبك مثلا يعني لكن تفسير الاية يعني بتكلم على انه اذا اذا حبيت الرسول واتبعته يحببكم الله شرط تقليه محمد اقران محمد بالله يعني لكن الله يحب حد من نفسه لا ما فيش حب بقى خارج محمد لو سمحت هو كده هو كده دي حقيقة الاية دي مصيبة واية كارثية لانها اية بتوريك ان اللي يحب محمد لانه بيكلم على اله وسيده بقى اللي هو الشيطان ها فهذا الاله اه ممكن يعني ياخدك ياخدك شيلة مع محمد لكن امام الله محبة وفقت لا يمكن ان ده يثبت امام النور لا يمكن ان الظلمة يكون لها مكان في الموعزة على الجبل الحقيقة الحقيقة يعني اللي فيها ايات اللي بتخلينا تحضينا على الاتضاع والمحبة والعطاء والاتحاد بالله ورؤية الاخرين من منظور الله الحقيقة معجزة الموعزة على الجبل نفسها معجزة وانه يعني المسيح في متة خمسة يعني سعد على الجبل والناس تابعوه كده لكن الرمز في الكتاب المقدس انه مثلا زي موسى كان يطلع الجبل عشان يكلم ربنا زي معجزات كتيرة زي مثلا المسيح على الجبل حصل التجلي والناس شافوا في يعني شافوا الله شافوا ابن الانسان تجلى في يمكن الصورة المنظور الطبيعي للتلميز ما كانش بيشوفها فتجليات الله في المكان اللي انت بتطلع له علشان تتحد به ففي هذا الموقع المسيح قد خلاصة العصارة المسيحية اللي هي تحدي لذاتك وتحدي لأفكارك الشخصية تحدي لمن لا يفهم على يعني ايه اللي بترتكز عليه حياة المسيحي الجموع اللي كانوا واقفين او قاعدين حوالين المسيح تقابلوا مع معجزة الهية ظهور الهي للمسيح هناك في تعليمه في حضوره في المعجزات اللي حصلوا ومعجزة انت تقدر تعيش لاني معاك لانه روحي فيك كيف لن نثق في من في من قال انه احصى حتى شعور رؤوسنا ليه بقول كده اللي شفناه في قصص المسيحيين اللي كانوا واقفين على اشلاء ودماء ابنائهم في انفجارات الكنائس والتعديات عليهم والاعتداءات على الاوتوبيسات السياحية اللي فيها المسيحيين وكتير وكتير والناس وقفين على دماء ابنائهم وبيغفروا لان الله اعطى مش بس قال الله اعطى معجزة الشفاء والغفران الله اعطى معجزة المحبة الله اعطى معجزة انه يحولك من انسان تمثل ذاتك الى انسان يمثل المسيح فدي يعني الموعزة على الجبل من المعجزات الحقيقية المسيحية ازاي لا نعتمد على روح الله الساكن فينا الوعد اللي تركوا المسيح لنا انه يكون فينا ويعضدنا ويقودنا خليني يقاف وقفة مع المسيحيين ومع العابرين اخونا ايميل لما اتصل قال المسيحي الحقيقي كويس ان مسيحي من الكنيسة الابطية مثلا او مسيحي زي ما انتم بتقولوا علينا دول مسيحين اصليين واحنا مسيحين مش عارف ايه لا احنا كلنا واحد لكن كويس انه مسيحي قال الكلمة دي مش بس عابرة هتقول الكلمة دي لازم نكون مسيحيين حقيقيين يعني ايه تبقى مسيحي حقيقي مش يعني تحفظ التقص لا انك تحفظ كلمة الله في قلبك انه يكون الله هو المالك على حياتك وانه يكون المخلص هو الصورة الحقيقية في حياتك انك تعطي كل مجد في حياتك ليسوع المسيح تعلم انه هو المصدر وانت اداة انت عايش للمسيح انت صورة للمسيح انت مستخدم بيد المسيح انت ابن او بنت الله السؤال لكم اما العابرين المعجزة اللي عملها الله فيكم باخرقكم من الظلمة للنور بتأهيل قلوبكم وافكاركم انكم تكونوا ابناء الله بعد العبودية والظلام والانسحاق اللي بيتركوا فينا الاسلام دي معجزة ثمينة فمتاخدش العطية وتجري تهتم بحالك لا خد العطية واقعد امام الله استلم من الله وقول له يا رب انا عايز اكون فيك انا عايز اكون كامل فيك زي ما الكتاب بيقول في المعجزة على الجبل احنا نكون كاملين لانه ابونا كامل مش هيحصل لي الكمال بشريتي ولكن هيحصل لي الكمال في محبة الله في خطوات يومية مع الله ما تبصش للعالم انت تركت الاسلام اوعى تدخل في عالم في عالم عدم الانضباط امام الله او تعيش بافكار العالم او تعيش بافكار كنيسة او اشخاص مسيحيين مش عايشين حياة حقيقية مع المسيح انت مسؤول عن انك تكون صورة لله كلمة لله موجودة لمسة من الله في وسط من حولك صلاة من اجل اهلك انت مختارين لده انك تعيش حالة الحياة مع المسيح اللي هي معتمدة على الثقة في الله زي ما قلنا الفرق بين انك تكون عايش حالك المسيح وانه احيانا حالتي محبة وليس وليس واقع يومي احيانا حالتي غفران وليس واقع يومي الغفران صعب بيكتب لي اخ يعني من امبارح ويقاله كم يوم بيكتب لي ازاي اغفر الاخواتي في الكنيسة اللي عمليني زوني لو انت حس انت متهد اسأل اسأل اخواتك في الكنيسة فيه ايه لكن انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده انا عايز وسط الاضطهاد بتعتمد على انه الله في قلبك بيوريك ايه بيكلمك ازاي بتقعد في مخداعك وتقول يا رب اتعامل مع الموقف ده ازاي يا رب انا مش قادر اخفر علمني اخفر يا رب انا معتمد عليك في الموقف ده يا رب بكرة لما روح الكنيسة هيحصل كذا اتكلم اقول ايه انك تتكلم عندما يقول المسيح تصمت عندما يقول المسيح في اوقات كتيرة من حياتي كانت ظروف صعبة جدا الرب قال لي ولا كلمة اسمتي انا هتكلم وفعلا كان ممكن اقوله لا بس يعني ما يعني ما انا عايز اقول بس يصوما ممكن ما يسمعوش منك انا مش معتمدة ان اللي قدامي يسمع من من صوت الله حتى لو ما سمعش انا معتمدة ان الله قال حقك في ايدي انا معتمدة ان الله دائما معين دائما قدير دائما يدافع دائما يعضد علشان كده بقول لاخواتنا المسلمين في العالم اللي بتشوفو ده مش ضعف لكن هي عيون متعلقة بإله صنع ومازال يصنع هو صنع في الماضي واللي عملوا في حياتك في الماضي فاكرين زي ما الرب كان بيقول في الكتاب كده ما تبصوش الحاجات القديمة اللي انا عملتها انا عملت معجزات انا خرجتكم من ارض مصر انا شلت الاعداء من قدامكم ما تبصوش للماضي بس بصوا للمستقبل اللي فيه هيكون معجزات اعظم المسيح لما ساب تلاميزه قال لهم الاشياء انتوا هتقدروا تعملوها واعظم منها كمان يا رب احنا نعمل اعظم اه لان انا فيكم هل نعيش بقوة الله اخواتنا المسلمين نحن لسنا ضعفاء نحن في راحة قلبية ان الله في الموت في الحياة في الصعب في الضعف هو قوتنا هو سندنا هو من يتكلم عننا هو من يأتي بالحق هو من يجبر كل مكسور بنصلي اولا بصلي من اجل ودي غنيم في اسم يسوع يا رب بنبركه يا رب بركه بحضورك يا رب بركه بمعرفتك يا رب ائتي بثمر في وسط عائلته يا رب في اسم يسوع انهم يعني يعرفوك انت الاله الحقيقي يا رب بنصلي من اجل شنودة وعيلته والمجتمع المسيحي بصلي رب انه الرب يحمي شنودة في اسم يسوع وانه يعرف انه مختار من عندك وانه الرب يحميه لا قانون يوقف امامك في حماية هذا الطفل وعيلته ولا اي عمل انساني انت الله ليس غيرك انت من هو الامس واليوم والى الابد لكم كل شكر ومحبة مننا والى اللقاء اشتركوا في القناة